ثاني أكبر سدود سوريا في قفضة قوات النظام برعاية الروسية يعلن النظام دخول قواته إلى سد تشرين الاستراتيج في ريف حلب الشرقي وذلك بعد اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية دخول النظام إلى السد عقبه مؤتمر صحفي لقيادي في الشرطة الروسية مع الرئيس المشترك لمجلس كوبان العسكري التابع لقسد عصمة شيخ القيادي في قسد قال إن اجتماعهم مع الروس يأتي بهدف حماية المنطقة من هجوم الجيش التركي والجيش الوطني السوري وفق قوله سيطرة النظام هذه سبقها زيارات متقطعة لمسؤولين من النظام إلى السد وذلك بعد طرد تنظيم الدولة منه عام 2016 حينها أطلقت قسد تصريحات أعربت فيها عن نيتها تسليم السد وعدارته بشكل كامل للنظام سد تشرين يقع في منطقة منبج التابع لمحافظة حلب ويبعد عن مدينة حلب 115 كيلو مترا وعن الحدود التركية 80 كيلو متر يعد من أبرز المحطات الكهرومائية في سوريا ويستفاد منه في توليد الطاقة الكهربائية وتخزين المياه لأغراض زراعية أنشئ سد تشرين أيام الرئيس السابق للنظام حافظ الأسد دخل في الخدمة بتاريخ 1999 وذلك بتكلفة قدرت بنحو 22 مليار لير سوريا في ذلك الوقت وفي كانون الثاني عام 2016 أعلنت قسد السيطر على سد تشرين بعد سلسلة معارك مع تنظيم الدولة ليعود في الوقت الحالي إلى سيطرة قوات النظام بعد اتفاقيات عقدها مع قوات سوريا الديمقراطية